أكد وزير الخارج يسمح شكري أن مصر تتبنى مقاربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية جاء ذلك خلال كلمة شكري في الشق رفيع المستوى للدورة التاسعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان حيث أشار إلى أن دورة المجلس تنعقد بالتوازين مع العديد من التطورات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر تتبنى مصر مقربة شاملة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية حيث استطاعت أن تحقق تقدما ملحوظا على سعيد تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية استنادا إلى المبادئ والالتزامات الدستورية والدولية من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة بما يضمن لجميع ممارسة حقوقهم بدون تمييز